أحبتي في المسيح أهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية وزي ما تعودنا حنبدأ في سؤال الأسبوع وحيكون معانا مستضيفين الأخ عماد العبدي أهلاً وسهلاً أخ عماد أهلاً حياك الله دكتور كاوس الصحة سعيدة كل موجود معاك الحمد لله كيف الأسبوع مر عليك إن شاء الله الحمد لله بخير ونعمة وأتمنى أنه جميع المشاهدين بخير ونعمة وسعيدة جداً أكون معاكم وأتمنى أني أكون خفيف على المشاهدين آمين ونستمتع بتمديد ربنا مع بعض آمين اليوم حيكون موضوعنا أحبتي في المسيح نبغى نسأل الأخ عماد عن اتهام دائماً يوجه لنا حين المتقدمين للمسيح يقولون أنت صرت مسيحي عشان تحب الحريم وتدور على الملازات فنبغى نشوف مع أنه تعاليم الكتاب المقدس واضح بهذا الأمر بس نبغى نسأل الأخ عماد إيش رأيك أنت بهذه التهمة؟ طيب طبعاً بدايتنا دكتور أنا أعتذر لكل إنسان أساءت له هذه الجملة لأنني أنا أعتبر أنها جملة مسيئة ومعيبة في حق اللي قالها قبل ما تكون مسيئة ومعيبة في حق من وجهت إليهم هالتهم لأنه ممكن نسمع اتهامات يعني زي ما تكلمنا في حلقة سابقة أنتوا جهلاء بالدين أنتوا ما تعرفون في عذار كثيرة وأسباب يدفعوا عن نفسهم فيه لكنه أنهم يتهموا الغير بالفحش وكأنهم هم أصحاب الفضيلة وأنهم دعاة الشرف فهذا أمر يعني محرج ومخزي ومشكة الإنسان يتعامل مع المواضيع هذه حجة الضعيف والضعيف جداً وأنا أرى أنه سببها يرجع للعنجهية أولاً وعدم التقبل يعني أنت عارف يعني أنت صدمة مو قادر ما يبغى يقبل فيبغى يقول أي شيء يبغى يهاجم بأي وسيلة وبرضه جهل جهل بتعاليم السيد المسيح طيب برأيك يا عماد يعني من وين جاتهم الفكرة هذه حقت أنه يتهمونه يقولون أنتوا عشان رحتوا على المسيح عشان المسيح ماتوا وشال خطايا حقكم ساعة تتسوي اللي تبغى مع أنه أنت عارف طبعاً المسيحية ما في هذا الكلام لا هو كلامهم يا دكتور عن موضوع أنه أنتوا تركتوا دين الأباء والأجداد وتبعتوا المسيحية لأن فيه انحلال أخلاقي وتتدورون وراء الحريم وساعة الصدر هو مو القصد منهم أنه ما فيه حساب والمسيح مسح خطايان لا أنا أتوقع أنهم يرون لأنه أنا أعتذر لكن هذا التاريخ وهذه الحقائق أنه فيه استخدام للعنصر النسائي في الإسلام بشكل واضح سواء في الدنيا أو كسبايا وكاستخدامهم للغزوات وبرضو في الآخرة أنه فالنساء دايماً عنصر يبحث عنه أنا أعتذر يبحث عنه الأخ المسلم ويرى أنه ممكن يكون سبب مقنع أنه الواحد يسوي أي شيء على شانه لكن خلينا إحنا ببساطة ببساطة وبعقلانية ومثل ما تعودنا من خلال البرنامج وفي الفاقرة هذه بالذات خلينا نتكلم بشكل أولاً منهجي نتكلم عن المسيحية عن الإسلام أولاً إيش يقدم مثلاً بمثابة أننا من خلفية كنا خلفية إسلامية وتركنا الإسلام إلى المسيحية فويش يقدمه المسيح أو المسيحية في هذه الزاوية في هذه الحيثية اللي هي النساء يعني إحنا يا ترى كسبنا أو خسرنا أنت تقصد المتقدم للمسيح اللي ترك الإسلام وصار مسيحي أيوة أيوة فحنشوف إحنا إيش قدم لنا الإسلام فضلا وإيش في المقابل تقدم المسيحية وهل يعني ورثت يعني هل تسوى مثلاً يسوى نحن لو لو الهدف الحريم والنساء هل هذا يسوى؟ وبعدين حقول لك أفاجئ المشاهدين بأشياء احتمال يكونوا ما سمعوها قبل هالمرة فأشجعهم يستمرون معنا في الحوار ولنوصل للنهاية آمين فإيش يقدم وإحنا رح نفهم الفرق بسهولة إيش يقدم الإسلام للرجل المسلم الرجل المسلم طبعاً ملك متوج على عرشة كذكر يقدر يتزوج وحدة وثنتين وثلاث وأربع يقدر يطلق يقدر يبدل يقدر يكون عنده زواج متع لو هو على المهذب الشيعي بالعدد اللي يبغى يقدر يتزوج بزواجات كثيرة مسفار وناسة صداقة يعني عد أشكال كتلوج طويل صعب حتى أني أذكره طيب ففيه غير أن يقدر يبدل يعني لو هو حب يعني عنده أربع طبع يبغى واحدة يقدر يبدل طبع هذا بالدنيا وبالآخرى لا ما هو إحنا في الدنيا الحين هو كلامهم هو اتهامهم دنياوي مش أخراوي طيب وغير كذا أن يقدر يطلق هو حر يقدر يطلق براحة يعني هو مبسوط بصراحة بل ومكفول لأنه ما يشعر يا دكتور بالذنب يعني أنا أقول لك المشكلة أنه أنت لو تزوجت ثانية فأنت مو شعر بالخيانة أنت ماخنت أنت ماغلطت أنت عملت شيء سنة الله ورسوله والمرة مو أول واحدة ومو ثأخر واحدة أنت ماغلط أنت لا تشعر بالخيانة وزوجتك قصبا عنها لازم تقبل طيب هذا اللعن موجود 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 حاليا طيب طيب إذا أنت بتترك الإسلام عشان الحريم لازم يكون للمسيحية فلازم تكون المسيحية تقدم لك أكثر من اللي قدم لك الإسلام في الدنيا ولكن العكس صحيح حنشوف طيب المسيحية هل يوجد فيه تعدد زوجات؟ لا يوجد شيء في المسيحية اسم تعدد الزوجات لا يوجد في المسيحية شيء اسم عقد نكاح لا في عهد زواج وعهد حياة ورباط مقدس جمع بين اثنين الله ثالثهم أمين لا ينفك ولا ينحل ولا يتغير لا بمرض ولا بعدم إنجاب ولا بالعقم ولا بسفر قصدك الأسباب الموجودة عند الإسلام للطلاق؟ لا يوجد يعني سبب غير الأسباب الانفصال يعني أنا أقصد أنك للتعددي وليس أسباب الطلاق أنا أتكلم عن أسباب التعدد لا يوجد شيء في المسيحية اسمه تعدد فأنت الآن أولا خسرت كل مكاسبك الإسلامية في أنك تعدد في الزوجات خلاص هي وحدة وحدة فقط أمين لا وفي شيء مهم الوحدة هذه يا دكتور أنا آسف الوحدة هذه مساوية لك نظير لك مثلك ما في فرق بينك وبينها بعكس هناك أنت هناك السيد الأمر الناهي سوي لا تسوين فعلي لا تفعلين فأنت الملك المتوج في البيت في المسيحية أنت راسك براسها تخضع لك أي ولك أنت تحب وتعاملها كالأضعف وتقدم لها كل محبة واحترام صحيح وإلا تعاق صلواتك صحيح فأمين يعني أنت قولي مين عاقل سيترك كل ما كان موجود عنده ويروح من في الإسلام ويروح للمسيحية ويخسر كل السلطان والزوجات والطلاق ويعيش حياة كلها حياة مقدسة مع زوجه طيب عماد الحين مثلا في الإسلام في الحور العين موعودين بالحور العين بالمسيحية سألو المسيح الصدقيين قالوا له يوم القيامة ستكون زوج ألمين قالوا ما في زواج لا يزوجون ولا يزوجون ولا يتزوجون طيب من وين جاهم هذا الفكر يعني أنه نحن ندور على حرين لا ما هو هذا أنا قلت لك في بداية الفقرة أنه هو لأنه الدور النسائي موجود فعلا exist يعني نحن نعرف مثل في غزوة تبوك قال اغزوا تظفرون بنات الأصفر العنصر النسائي كان له دور مؤثر وحتى المال كان له دور مؤثر مثل في مال والبنون دينة الحياة الدينية مثل في 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 استخدم المال بشكل كبير في في سنة تسعى الهجرة اللي هي جات أنا مش ذكرها بالضبط إن شاء الله أذكرها في حلقات قادمة لكن في شيء مهم بخصوص الحلقة الحقت اليوم أنه أنا ذكرت أنه الجهل بالإيمان المسيحي يخلي يفكر أنه الإيمان المسيحي لا يوجد فيه القداسة أو المنع الموانع لموجودة في الإسلام المهم أنه يقول لك أنه المسيح والمسيحية فيها انضباط أخلاقي أكثر بكثير من أي دين آخر اسمح لي خليني أقرأ لك أقرأ لك كثيرا أنا لو حعد لك الأمثلة طبعا إحنا خليني بس قبل ما أقرأ في شيء مهم نعرف أنه الوصائي العشر هذه موجودة في كل المسيحية وفي اليهودية لا تسرق لا تزني هذا موجود لكن كان الوصية تقول ماذا مثلا لا تزني هذا هو إذن الزنة هو اللي كان خطيئة لا تزني وخلاص أنت أوكي طيب إيش جيل المسيح قال خليني أقرأ معك لو سمحت في إنجيل متى خمسة سبع عشر يقول قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه شوف التحذير وشوف كيف يعني كيف المسيح حط أربع خطوط على القداسة قداسة العين لأن العين سراج الجسد يقول فإن كانت عينك اليمنى تؤثرك فاقلعها والقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضاءك ولا يلقى جسدك كله في جهنم فتخيل أنت تعاليم ووصية بهذا الحجم الشديد من الانضباط كان زنى بالفعل وأصبحت النظرة خطيئة كان الزنى خطيئة وأصبحت النظرة خطيئة مساوية طيب للفعل عماد عشان الوقت بس كان حابب أسألك سؤال مهم يعني الحين المسلمين حين يقولوا أنه طيب مع الإسلام يقولك العين تزني والأزن تزني لا هذا كلامك مضبوط لك أن العين تزني بخطيئة لا تساوي خطيئة الزنى يعني أنت لو أول نظرة مثلا يقولك ما تتحسب لك وثاني نظرة عليك لكن حتى لو نظرت بالنظرة ذي في الإسلام مثلا الزنى عليه الجلد والرجم والجلد أي صح إذا مش محصن إذا مش محصن طيب هل واحد ممكن يقام عليه الحد لأنه نظر لا لا وهنا الفرق في المسيحية تعتبر النظرة الشهوانية معادلة لفعل الزنى طيب عماد وصلنا لآخر الحلقة بس حابب إيش تختم إنت وإيش رسالتك للسيد المشاهد أنا أشكرك أنك عطيتني فرصة وقت كثير أشكرك وأشكرك أنك يعني عطيتني فرصة أني أقدم رسالتي أو رسالة للجمهور أنا نفسي يقول أنه يا جماعة المسيحية أكبر من ما تتوقعون وأقدس من ما تظنون حاولوا تتعرفوا عليهم حاولوا تشوفوا رسالة سيد المسيح وتعرفوه وإحكموا بأنفسكم ويا ريت لا نسلف عقولنا يا دكتور لأحد خلينا نملك عقولنا وأنفسنا وإحنا نبحث عن الحقيقة وأكيد ما رح نتوه مشاهدين الحباء وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة انتظرونا بعد الفاصل